في هذا الركن الصغير بهذا المحل بسوق الصفارين في مدينة الموصل يكافح نور الدين الصفار للمحافظة على مهنته المهددة بالانقراض التي ورثها عن أجداده منذ سنوات طويلة وهذا سوق الصفارين سوق تاريخي وحضاري يعني أنا اعتزبينه واعتزب هذه المهنة مهنة الصفارين هذه مهنة تراثية مهنة عريقة هذه مهنة تعتبر فلكلور الموصل اعتبر رهوية الموصل هذه وانا محافظ عليها وانا محافظ عليها لايه المهنة لأن مهنة أبائنا وأجدادنا متوارثيها نحن هذه المهنة مهنة الصفارين انا جدير خامس هم صفار كان فالذلك تعجبني واعتزبينها بداية الثمانيات انا كنت طفل اجي مع ابوي على المحل اطمش على الشغلات الصفاغين وعنه حاسيات يجذب نوردين كل عمل يتحدى قدراته في هذه الصناعة اذ قام بتقليد قطع تاريخية يعود تاريخ صناعتها الى القرن الخامس عشر ما عندي شيء مستحيل وبعد الشيء المستعصية اتحداها واصنعها لذلك حتى اختبرت نفسي بيها لاي يعني كذلك مرة شأعت ابغيق بمتحف بريطانيا يعود قبل سبعمائة سنيني كنت اشتغلوا شجاع من منع الموصلي هذا شجاع من منع الموصلي كنت اشتغل ابريق من نحاس وعلينا رسومات وعلينا كتابات جميلة يعني فانا يعني تعجبني هاي الشغلة فظل بدماغي فصنعته تقريبا نفسه ان شاء الله اللي هو هذا الساعة اعملتونه نفسه لا تشد الاوان النحاسية التي يصنعها نور الدين السكان المحلين فحسب وانما يجذب بريقها اعيون بعض سكان المدن العراقية الاخرى وقلوبهم وكثير ناس يجون علينا لا حد الان من بغداد يجون يجون من كركوب يجون من اربيل نعملهم هلالات مجيمة من نحاس نعملهم شغلات قماغم من نحاس دلات كل هاي الشغلات يعني نشتغلها بيد ان ليس كل قطعة تصنعها هذه الايد الماهرة تباع لكي تبقى شهدة على الارث الموصلي وعدني الساعة بالبيئة تم شوية اغراض يعني ما يعجبني ابيعها كل هاي مهنة الاباء والاجداد كل هاي فما يعجبني ابيعها اعتز بيها وتبقى سمفونية المطارق هنا الامل الوحيد لإحياء المهنة المتجهة نحو الاندثار اشتركوا في القناة